مشاهدين الثامنة صباحاً موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمية حمدين شكراً لكي جمانا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أولت اهتماماً كبيراً لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية وتحقيقية التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية الكوميسا ومجموعة التنمية لمنطقة جنوب أفريقيا الساداك وشرق أفريقيا وخلال كلمته أمام قمة الكوميسا أكد الرئيس السيسي أن جهود مصر خلال عامين أصفرت عن زيادة حركة الصادرات البينية بين دول الكوميسا لتصل إلى 13 مليار دولار هذا وأعلن رئيس السيسي في ختام كلمته عن ترشح مصر العضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي لفترة من 2024 وحتى 2026 إيمانا من مصر بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية كما تعهد الرئيس السيسي باستمرار العمل بالتنصيق مع كافة الأشقاء الأفريقة نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لا سيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نباد على مدى العامين القادمين التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكينية ويليام روتو على هامش انعقاد قمة الكوميسا وأشهد الرئيس السيسي بالدور الحيوي لكينيا في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة مؤكدا متنة العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على تعزيز العلاقات خاصة على صعيد التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا وذلك لدعم جهودها التنموية المباحثات تناولت أيضا تطورات قضية سد النهضة إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل حيث تم التوافق على دعم المصاري التنموية لدول الحوض وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويجنب الإدرار بأي طرف التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظره المالاوية لازاروس تشوكيرا وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا وصرح أيضا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد اعتزاد مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بمالاوي مشيدا في هذا الصدد بدور مالاوي الفاعل في منطقة الجنوب الأفريقية كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الاستثمار والتبادل التجاري وبيناء القدرات للكوادر المالاوية وأضف المتحدث أن الرئيسين تباحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات الإفريقية حيث تم التوافق على مواصلة التنصيق فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق أهدف التنمية في إفريقيا فضلا عن تكثيف التعاون في هذا الخصوص من خلال عضوية البلدين في كل من الاتحاد الإفريقي وتجمع الكوميسا عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيل جلسة مباحثات موسعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها أبو الغيل إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن المخصصة للتعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن جلسة المباحثات تناولت سبل دفع العلاقات المؤسسية بين المنظمتين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة كذلك تبادل الرؤاح على القضايا الإقليمية والدولية الهامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في السودان وكذلك في كل من سوريا وليبيا واليمن أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السودانية في بيان أن الحكومة أخترت الأمين العام للأمم المتحدة بإعلانها فولكر بريتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونيا ماتس شخصا غير مرغوب فيه اعتبارا من تاريخ اليوم قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن 19 أشخاص على الأقل أصيبوا في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا في قصف روسي وأضافت الداخلية في بيان أن القصف بدأ أثناء إجلاء المواطنين الذين غمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كخوفكا منازلهم أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا النووية في شرك أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية لا تزال تطلق المياه من احتياطي سد كخوفكا بهدف تبريد الوقود وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنه تبين بعد الفحص أن عملية الضغط تتواصل رغم أن مستوى المياه ترجع إلى مدين مستوى 12.7 مترا وفي وقت سابق أعلنت الشركة المشغلة لسد كخوفكا أن الخزان لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا النووية نفى البيت الأبيض صحة تقارير تفيد بأن الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا كبالة السواحل الأمريكية وكانت صحيفة أمريكية قد أوردت أن بيكين وهفانا أبرمت اتفاقا سريا لإقامة منشأة تصنط إلكتروني صيني في الجزيرة الوقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الصين ستدفع لكوبا عدة مليارات من الدولارات مقابل إنشاء المنشأة هذا ونفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي صحت هذه التقارير أعلنت السلطات التونسية أن أربعة عسكريين لقوا مصرعهم في حديث تحطم طائرة وكانت وزارة الدفاع التونسية قالت في وقت سابق أنها فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر كانت تنفذ مهمة طيران الليلي في بنزيرت في وقت متأخر يوم الأربعاء وخلال اللقاء مع وزير الدفاع ماماميش طلب الرئيس التونسي قاس السعيد بالعمل على تحديث العتاد العسكري لبلاده مشاهدين انتهى موجزة الثامنة وعود الاستكمال الباقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل